السلام عليكم أنا دكتور مرتضى جاسم هذه المحاضرة الثالثة بالعملي اللي راح نحكي بيها اليوم عن التريكو بالتاين فوسا خلصنا المحاضرة الثانية بالفيديو السابق شرحنا عن الانفراتمبرال فوسا اليوم راح نحكي عن التريكو بالتاين فوسا تريكو بالتاين فوسا اذا اريد اشوف التريكو antenاين فوسا لازم ابدي اوخر الاسكن هنا بهذا الاسكيليتون بهذا الاسكيليتون نحن مؤخرين الماندبل التريقو بلتاين فصة هي عبارة عن فصة هرمية الشكل تكون هرمية الشكل شلون نبدأ نندلها أولا أخر الماندبل هذا الاسبيس الفصة هي تقريبا صائرة هذا الميديل سورفيس مالتها اللي هو البلتاين بون فالفصة تقريبا صائرة الشيلي فوق هاي المنطقة التريقو بلتاين فصة هي هرمية الشكل بحيث تكون القاعدة تكون القاعدة مالتها للأسفل هذي اللي قدامكم هسا هي تقريبا التريقو بلتاين فصة بيها باونداريز مثل ما تعرفون نحن كل فصة ناخذها كن نعرف الباونداريز مالتها مثل ما تلاحظون التريقو بلتاين فصة الانتريار باونداريز مالتها الشيلي اللي قدام صاير الانتريار باونداريز هو المكزلة مكزلة صايرة انتريار باونداريز الباستريار باونداريز مالتها حتي ؟ هذه المنطقة هاذي المنطقة هي عبارة عن سفينوهيد بون بالضبط Sario التريغيو بليت التريغيوي بليت مالتيسفينوهيد بون او التريغوية بروسس مالتى السفينوهيد بون اذا هذه المنطقة هي انترياريلي وهذي المنطقة هي بسترياريلي بالنسبة للسوبرير شنو والإنفيرير شنو سوبرير اللي مثل ما تلاحظون إنه موجود موجود الـ greater wing of the sphenoid إنفيرير اللي موجود البلتاين بون سوبرير اللي قلنا سفينويد وإنفيرير اللي موجود البلتاين بون بقعدنا تو سورفيس اللي هو الميديال سورفيس واللاترال اللاترال اللي هو الوجه مالته لكم إذا تذكرون شرحنا على الإنفرات أمبرال فوسة فاللاترال سورفيس مالته ما كتفت سورفيس لأن مفتوح للإنفرات أمبرال فوسة يعني مفتوح التيريقو بلتاين فوسة للإنفرات أمبرال فوسة اللي هي صارة لاترالي عن طريق التيريقو مكزيلاري فشر تقريبا هذا فشر يفتح ليه على الإنفرات أمبرال فوسة هذا الاترال سورفيس بقى الميديال سورفيس الميديال سورفيس هو هذا الملون بالأخضر اللي قدامكم المؤشر بالأخضر هذا هو الميديال سورفيس اللي هو البلتاين بون فهسا إذا نجي نحكي علي الباونداريز انترييرلي عدنا مجزلة بوسترياللي عدنا السفيينويد بالضبط هو تريجويد بروسس مالتي سفيينويد سупيريلي السفيينويد نفسه انفرييرلي صعير البايراميت شييب مالتي البلاتين بون هذا البايراميت شييب مثل الهرمي ميديلي ميديالي هو نفس الميديالي موجود البلتاين بون ولا ترى لي قلنا ماكو شي مفتوح للإنفراتامبرال فوسة عن طريق التيريقو مكزلاري في شر اعرفنا شنو الباوندريز مالت التيريقو بلتاين فوسة مثل ما تعرفون كل فوسة نبدأ نحكا على الباوندريز على الكونتنت مالتها ونحكا على الكميونيكيشن التيريقو بلتاين فوسة بيها اشياء لطيفة تختلف عن بقية الفوسة بيها اشياء نسميها كوميونيكيشن الكميونيكيشن مالتها شنو انو بيها فتحات شنو هذي الفتحات اولا عندنا هذا هسهي الفوسة هنا تقريبا صايرة بيها فتحة صايرة من السوبرير والانتيريور سورفيس تروح على محجر العين تمام تروح على محجر العين فالفتحة الاولى اللي هي تربطها بالانتيريور سوبرير يعني هو هم جزء اعلى وجزء انتيريور اللي سميناها الانفيريور اوربيتال فشر انفيريور اوربيتال فشر يربطها بمحجر العين اذن الفتحة الاولى تربط التريقو بلتاين فوسة للأوربيت محجر العين عن طريق الانفيريور اوربيتال فشر بالنسبة بوستوريالي بوستوريالي راح بيها تكون ثلاث فتحات يعني بهذا الاتجاه بوستوريالي راح تنفتح ثلاث فتحات هذه فتحة وهذه فتحة وهذه فتحة الفتحة الاولى اللي هنا موجودة نسميها الفورايمن روتندم هذا نسميها الفورايمن روتندم نرمز لها بحرف الار هذا يجي بيها الماكزيلاري نرف الفتحة الثانية راح تكون للتريغويد فنسميها تريغويد كنال تنطي يدخل بيها نرف اسمه تريغويد نرف فتحة الثالثة راح تروح للفارنكس لمنطقة البلعوم ويدخل بيها الفارنجيال نرف هذه بالنسبة للبوستيرير هسا قلنا عندنا فتحة للسوبرير أنتيرير اللي تربطها هوية الأوربت الفتحة الثانية هي بالبوستيرير سورفيس تكون ثلاثة فتحات واحدة الروتندم هذه رقم واحد وهذه رقم اثنين قلنا للتريغويد وهذه رقم الثلاثة قلنا للفارنكس بقت انه فتحات صارت ميديالي ميديالي يعني واحد يروح لجوال هناك يدخل بالشاشة ديش الجهة مثل ما تلاحظون شنو اللي ممكن يربطها ميديالي يربطها للنيزو فارنكس للنيزو كابتي عن طريق فتحة هنا راح تصير وتروح يعني كإنما نبطة تروح لجو هذي تكون سفينو بلتاين فريمي هذي ميديالي مثل ما قلنا لاترالي هي تكون مفتوحة للإنفرا تيمبرال فوسة عن طريق التريغو مكزلري فشر هم راح تعرفوه يبقى آخر سورفيس انفيريالي هنا راح يجينا عندنا البلتاين هنا راح يجينا البلت اللي هي السوفت بالت والهارت بالت فأكفتحة هنا راح تربط هذي المنطقة هي شنسميها نسميها البلتاين كنال نسميها البلتاين كنال حس شلون ممكن نشوفهم هيج تقريبا إذا تلاحظون قلنا هذا الأوربت محجر العين تمام شوف محجر العين شلون ممكن يتواصل محجر العين عن طريق هاي المنطقة تقريبا يدخل يطلع منا فهذي الفتحة الأولى اللي هي ويهي محجر العين عن طريق الانفيريال أو بيتل فيشار الفتحات الثانية هي اللي تكون بالبوستيرير سورفيس بالظهر وحده هنا وحده هنا وحده هنا هذي سميناها روتندا هذي التريغويد كنال وهذي راح تروح للفارنكس ميديالي ميديالي راح تكون هذي الفتحة اللي نسميها سفينو بلتاين سفينو بلتاين على مود تربط لياها ويهي النيزو فارنكس قلنا هذي ميديالي اللاترالي ما كفت شي سورفيس ويهي الانفراتمبرال فوسة عن طريق تريغو مكزلار فشار بقى الانفيريالي آخر شي هذي كنال نسميها البلتاين كنال هذي بالنسبة للباونداريز مالتل تريغو بلتاين فوسة وللكميونيكيشن والأوبنينج اللي موجودة مثل ما تعرفون بقاننا شي المهم اللي هي الكونتنت شنو الاشياء اللي موجودة لونوخر هذي الباروتت انوخر الماسيتر انوخر العضلات هذي هي تقريه هذا البلتاين بون الشي اللي تقريبا فوقها صاير مثل القناة اللي قلنا تكون هذي هرمية الشكل بحيث القاعدة مالتها تكون للأعلى والإبكس مالتها يكون للأسفل كمحتويات شنو موجودة محتوى عدنا شريان وعدنا أعصار أول شي موجودة بهاي الفوسة هو تريغو بلتاين جانجليون هذه هي واحدة من البارة سببثة جانجليون اللي موجودة بالفيس نسميها تريغو بلتاين جانجليون النقطة الثانية اللي موجودة هو المكزلاري آرتري موجودة بهاي المنطقة بعد أكو شي كلش مهم لو أخفي ستركترات أخفي الارتريز وهذا العظم سفينويد أخفي راح ألقيه هذا اللي هو المكزلاري نيرف إذن صارت عندنا ثلاث تراكيب موجودة كلش مهمة بالتريغو بلتاين فوسة اللي هو مكزلاري نيرف والتريغو بلتاين جانجليون هذا المكزلاري نيرف هذا التريغو بلتاين جانجليون وهذا الارتريز اللي هو المكزلاري آرتري ثير ديفيجن أعرفناه نذني نحتي شوية تفاصيل عنه المكزلاري نيرف مثل ما تعرفون المكزلاري نيرف هو البرانش الثاني من التريغو من النيرف يدخل عن طريق فتحة سميها روتندم نفرض أنه هذه هي الفتحة روتندم اللي من خلالها دخل المكزلاري نيرف من راح يدخل المكزلاري نيرف راح يبدأ ينطي للغانجليونيك برانش أول شي سمينا غانجليونيك برانش غانجليونيك برانش راح ينطي لهاي الغانجليون تفرعات النقطة الثانية راح يستمر لو تلاحظونه هذا هو راح يستمر هذا هذا شنسميه نسميه الانفرا اوربيتل نيرف تمام فرح يستمر على شكل انفرا اوربيتل نيرف الشي ينطيني ينطيني بعد قبل ليكون الانفرا اوربيتل هذا الانفرا اوربيتل نيرف مالت المكزلاري نيرف راح ينطيني زايقوماتيك برانش راح ينطيني زايقوماتيك طبعا مثل ما تلاحظو المكزلاري مثل ما تلاحظو المكزلاري تشوفون انه هي هاي المنطقة اللي يسميناها تريقوبالتاين فوسة المكزلاري نيرف طالع من الديوراماتر من طبقة الدماغ اذا تلاحظون هاي طبقة الدماغ تمام فرح ينطيني قبل ليطلع ينطيني منينجي البرانش يغذي بها المنينجي وينطين غانجليونيك برانش الهاي القانجليون وقلنا يستمر ك انفرا اوربيتال وينطي برانشات نسميها زايقوماتيك خلصنا من المكزلاري نيرف المكزلاري نيرف الشغلة الثانية اللي يهم انطاها برانش اللي هو تريقوبالتاين قانجليون هاي القانجليون بما انه عدنا موجودة كومينيكيشن أوبنينج فتحات راح تبدي تنطي برانشات الهاي الفتحات مثلا قلنا احنا بوستوريال اللي عندنا ثلاث فتحات واحدة الروتندم اللي يدخل بيها المكزلاري نيرف والثانية التريغويد كنال اذا هو يمطي نيرف تريغويد كنال نيرف تريغويد كنال موجود وقلنا اكو فتحة ثالثة تقريبا يعني اذا قلنا هاي الاولى هي الروتندم هاي تريغويد كنال فتحة ثالثة توديك على الفارنكس راح ينطينا نيرف توذفارنكس عن طريق البليتوفجينال نيرف هاي اول برانشات ينطينا بعد واحد يروح ميديالي واحد يروح ميديالي اللي هو هاذا نسمي النيزو بلتين شنسمي نيزو بلتين يروح عن طريق الاسفينو بلتين فريمن هناك فتحة نسميها سفينو بلتين يدخل النيزو بلتين نيرف هاذا ينطي اللاكرومال قلاند القناة الدمعية مالة العين هاذا تريقو بلتين نيرف وهذا الكريتر بلتين نيرف الكريتر بلتين نيرف مثل ما تعرفون اسمه كريتر بلتين يعني راح يروح لجو يدخل بال بلتين كنال اللي ميساقلنا عليها البلتين كنال اذا هس عرفنا اكو ماكزيلاري نيرف يكمل ك انفرا اوربيتل ك انفرا اوربيتل نيرف ينطي هو اثناء ما موجود ينطي اثناء ما موجود بالدماغ للمنجيز راح ينطي قانقليوني كبرانش القانقليون راح تنطي واحد للخلف هذا او الواحد للخلف سمينا نيرف أوف تريغويد كنال واكو نيرف هنا ما موجود تذا فارنكس وراح ينطيني تريغو بالتاين نيرف لقدام وراح ينطيني النيزو بالتاين نيرف وينطيني ذن التلاثة الصغار اللي هو الأكريمال قلان وينطيني هذا الجو اللي هو كريتر بالتاين نيرف راح يروح عن طريق بالتاين فريمن هذي بالنسبة للنيرفز قلنا نحناش أكو بعد أكو الشريان اللي موجود بهاي المنطقة الشريان اللي هو المكزلري آرتري لون واخر الزاق هذي المكزلري آرتري هذي المكزلري آرتري وهذي هي تقريبا المedial surface مالت التريق بالتاين فوس بالنسبة المكزلري آرتري الثير ديفيجن مالت اش راح ينطيني بالثير ديفيجن أولا ينطي هو لل posterior superior alluvular آرتري هذي البرانش هذا المكزلري آرتري هذا آرتري هذي واحد شوفوا يكمل كمكزلري آرتري وهذي هنا يكمل ك infrar orpeetal آرتري اذن أول واحد هذي infrar orpeetal آرتري هذي ال posterior alluvular آرتري راح ينطي واحد لورة to the pharynx ascending pharyngeal آرتري to the pharynx راح ينطي ascending pharyngeal آرتري اذن الاول هو inferior orbital artery وال superior posterior alluvular artery ورح ينطي واحد لبره سمينا ينطي واحد نسمينا pharyngeal آرتري يبقى عدنا آرتري صغير to the trigoid canal بما انه كنال وره نسميه trigoid راح ننطي ها واحد عدنا السفينو palatine آرتري هذا السفينو palatine آرتري اذا شوفوه اذا صار عندنا هذا سفينو palatine آرتري صار عندنا هذا posterior superior alluvular artery صار عندنا هذا inferior orbital وعدنا صغار اللي هو واحد يرجع الوراء من الفتحة الثالثة pharyngeal artery من الفتحة الثانية اللي هو nerve to the trigoid كنال اللي مثل ما تعرفوهن من الساحة شفنا الفتحات اللي صار وراح ينطينا واحد ينزل لجوه يروح من اللي سمينا greater palatine artery and nerve هسه عند اللي كم علي هذا السفينو palatine يدقنا third division هذا اللي قلنا عليه greater palatine artery فهس صار عندنا هذا greater palatine artery هذا السفينو palatine هذا greater palatine هذا posterior superior alveolar nerve وهذا يكمل هناك inferior orbital artery فهذا اليوم موضوع عن التري palatine الاشياء المهمة اللي المفروض تعرفوها المفروض تعرفون الباوندريز المفروض تعرفون الباوندريز بتفاصيلها مثل ما دليناكم عليها المفروض تعرفون الكممينيكيشن اللي موجودة الكونتينت الباوندريز بيها 6 سورفيس الكممينيكيشن بيها 6 اوبنينج بالنسبة على وجود الكونتنت هنا ثلاثة تريقبلتين قنقليون والمقزلري نيرف والبرانش مالتي والثيرد بارت والمقزلري ارتري والبرانش مالتي